بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأشبال نهارده إن شاء الله يكون ضيفي في الجزء الثاني من برامج الأشبال كابتن خالد جضالة المدير الفني لأكاديميات الناد الأهلي والحديث عن كطاع كبير كطاع استثماري وكطاع فني هو أكاديميات الناد الأهلي وأيضاً الحديث عن المباراة المهمة والمرتقبة مباراة الترجي التونسي وكيفية استعداد لعب الناد الأهلي والجهاز الفني لهذه اللقاء أو لهذه المباراة المهمة جداً 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 وإحنا بنتكلم دلوقتي عن مباراة الترجي التونسي هو ده حديث الشارع الأهلاوي وده المباراة المرتقبة المباراة اللي بينتظرها كل عشاق النادي الأهلي الحمد لله ربنا أكرمنا في المباراة الأولى في تونس بنتيجة واحد صفر ولكن ما زالت لسه الأمال متساوية بين الفريقين لسه النادي الأهلي ما صعدش للمباراة النهائية شفنا اللاطة دي بعد نهاية المباراة لما كاميرات النادي الأهلي أو كاميرات القناة عندنا هنا ومشاء الله كانت البعث هناك الإعلامية في تبع القناة عاملة شغل هاي الهناك دخلت غطي بعد المباراة مشارة محمد الشناوي وأيمن أشرف رجعوا الناس اللي شغالها علشان فيه تركيز كبير علشان دي مسئولية واعة على لعبة النادي الأهلي وحسين بيها اللحظة دي لما محمد الشناوي شاور للمرسل بتاعنا والكاميرات قالوا لو سمحتوا خلوكوا برة في اللحظة دي علشان فيه كلام هيتقال داخل قط اللبس قط اللبس اللي بانت فيها تركيز كبير يعني منذ اللحظات الأولى صفر البعثة هنا من مصر كمان كمل بعد الفوز وربنا أكرمنا هناك بنتيجة واحد صف وكمان كلام الكابت محمود الخطيب مع اللعيبة احنا آه كسبنا مباراة لكن لسه ما كسبناش أي حاجة لسه ما صعدناش المباراة النهية وأيضا لسه ما كسبناش كمان البطولة ناد الأهلي لما بيحتفل بيحتفل بفوزه بالبطولة ترجمة نانسي قنقر